يوم 19 يعني يوم السبت 19 النهاردة 13 يوم السبت 19 محكمة الشيخ زايد ستصدر حكمها على امام عشور في القضية بتاعت فرض الامن لما زوجته دخلت المول وتعكست وساعة خمسة الصبح وراح امام عشور ومسكوا وصحابه ومسكوا الدربه وفي الموضوع اللي احنا فاكرينه ده كله يوم 19 اكتوبر ستصدر المحكمة حكمها على امام عشور بتهمة التعدي على فرض الامن وشفت يعني 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 الحقيقة تصرفات اللي بتحصل دي والنتاج اللي بتحصل دي والمحاكم والدوشة دي كلها تبين لك ليه امام عشور بقى مش موجود في المنتخب والانشغال اللي بقى فيه بيادة عن الملعب بتظهر لك ليه امام عشور مش موجود في المنتخب وانا عايز اوجه رسالة للسيدة زوجته يعني امام محتاج تركيز وامام محتاج اجتهد وامام محتاج تدريبات ومحتاج دافع منك كبير يعني اذا كنا نشدنا امام كتير او اتكلمنا بقى لنا شهرين 3 او لسه مرجعش الامام العادي انا بطلب من زوجته المرحلة دي لازم تكون في ظهر جوزة جدا تدعمه جدا تدفعه جدا لان امام محتاج يرجع تاني المستوى الطبيعي لا جمهور منتخب مصر حيقبل ولا جمهور الاهل حيقبل في الموسم الجديد اي تراجع في مستوى امام عشور اللي كان بدي فيه مع الاهل والغاد فترة قريبة شفعله الكم باتش اللي مستوى تراجع فيه لكن هو محتاج تركيز جديد محتاج وعبادة ايام النيو لك وحلق شعره وغير شعره وحمل شعره بشكل عادي بعد الكابت الرمضان ما مسك المدير الرياضي للنادي وكل الكلام ده لكن انا بقول لسيدة زوجته لانه الاستقرار نقطة انطلاقه من البيت وهم اتجاوز سيدة محترمة وعنده بنوتة كده زي الامر شفناها في احتفال الدور كده الشيء اللي قدي كده ازغنونة كده وعلى فكرة امام عشور ده بلدياتي من السنبلوين انا اصلي من السنبلوين وبلدياتي ومن نفس الحي بتاعي اصلا حي ولاد يعني بسرعة اه والله ف انا بناشد السيدة زوجته تدعمه الفترة دي جدا وتقف جنبه جدا وتقف ظهره جدا 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 لان امام موهبة ندرة امام موهبة ندرة بس دايما المواهب تحتاج طول الوقت لإيه للاستقرار وللهدوء ولل ولل يعني المساعدة بقولك انك تحرم نفسك من اي شيء لاجل ان انت تفضل في المكانة دي انا لسه كنت بحكي عن صلاح وبيحرم نفسه من كل حاجة في الدنيا لا صهر ولا اكل ولا شرب ولا حلويات كل الكلام ده صلاح لا يفكر الا في التطوير طول الوقت امام عنده موهبة ضخمة جدا ويقدر شوفه امام موسر لمرحلة كلنا كنا بنقول احسن لعيه في مصر عنده قد كده عشرين مرة كمان بس عايز استقرار وهدوء مش عايز اعود اقرأ اخبار بحاكمة امام اصدار الحكمة على امام لا انا عايز اقرأ نجاح امام تطور مستوى امام تلت جوان جابهم امام المدرب مبهور بامام الجمهور بيهتف الامام تتويج المنتخب مع امام او النادي مع امام نفس اقرأ كده نادي مواهب كبيرة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة